تعد مزرعة خديم ببلدية سيد الازرق بولاية غليزان من المزارع الرائدة في انتاج الاجاز حيث حققت هذه السنة انتاجا وفرا وفرة تقابلها مشكل في العتاد والتسويق ما يعرقل عملية الانتاج حمزة زروقي ونجمة بوكرش وتفاصيل مزرعة خديم ببلدية سيد الازرق بولاية غليزان واحدة من المزارع الرائدة في انتاج فاكهة الاجاز نظرا لعدة عوامل منها قصوبة التربة وعزم فلاحيها في تطوير انتاج هذه الفاكهة الذي وصل مردود الهكتار الواحد لما يفوق مئة قنطار في الهكتار سوف نغطي بيه السوق المحلية ماذا بيه نزيد نسيب نزيد نزيد نستيسع ونزيد في الانتاج مشكل العتاد وعدم وجود اي تسهيلات في اقتنائها كلف الفلاحين الجهد والمال وصعب من الزيادة في المساحة المغروسة والرفع في الانتاج ما يستدعي الوقوف عند هذه المشاكل مثل هذه النماذج يجب مرافقتها ودعمها في جملة المشاكل التي يعانون منها لتسهيل عملية الانتاج والتسويق لأن هدف الفلاحين هو تغطية السوق المحلية من هذه الفاكهة الواسعة لاستهلاك